كل عام وانت بخير مجاهد لك ولجميع المشاهدين وأسعد الله مساك ومساء المشاهدين جميعا مثل ما تفضلت الملتقى بعنوان تأمل الضوء وانطلق نحو الخيال وهو ما يعكس التأمل في الضوء من خلال أو كبناء للفكرة ومن خلال الصورة المرئية التي تجتمع مع الحركة والانسجام والآداء وللتعرف أكثر مع ضيفي الأستاذ يوسف الحربي مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام أهلا وسهلا أستاذ يوسف أهلا وسهلا حياك الله أستاذ يوسف بما أن الملتقى في دورته الرابعة تعرفنا عن الملتقى وأبرز ما يميزه الملتقى أبرز ما يميزه أنه الدولي هذا المرحلة أو هذا الاستقطاب للأعمال الفنية هي على مستوى العالم يستقطب فنانين دور خبرة في هذا التخصص الذي يعتبر هذا الملتقى هو الأول من النوع في المنطقة الخلجية أستاذ يوسف كثير يعني ما يعرفوا إيش معنات فيديو آرت أو إيش أهمية فيديو آرت تعرفنا عن مفهوم الفيديو آرت الفيديو آرت بداية بدأ في نهاية الخمسينات وبداية الستينات هذا الفيديو بدأ بالصورة المتحركة بعد ظهور التلفزيون بعدما تطورت التقنية وتطورت البرامج والشاشات تمت التقنية باختلاف نوعي أو اختلاف جذري في عملية حتى أصبح يحمل بوتقة كاملة للفنون السبعة فبتلاقين موجودة فيه الصورة موجودة فيه الفيديو وفيه الانيميشن موجودة فيه كثير من التفاصيل حتى الفلاتر تدخل في عملية الصورة والفيديو طيب بالنسبة للملتقى أستاذ يوسف يضم العديد من ورش العمل والمحاضرات والملتقيات تتكلمنا عنها؟ نعم في كل دورة نحرص على الجوانب المعرفية نحرص على الجوانب العملية أيضا في عملية الورش المحاضرات والندوات الحوارات الفنية مع الفنانين سواء من داخل وخارج المملكة كانت الدورات الماضية يتم فيها افتراضيا وهذا السنة إن شاء الله يتم بعض البرامج حضوري وبعض البرامج افتراضي بيكون أيضا فيه إصدار قادم يحمل أو يقدم أوراق بحثية مختصة في الفيديو آرت ونحن نعرف أن الفيديو آرت هو فن حديث هذه الحداثة بهذا الفن جعل المكتبة العربية فقيرة جدا في هذه الإصدارات أصدرنا الدورتين الماضية كتابين وهذه الدورات كتاب بالنسبة للتطور أو التمييز بالمرحلة هذه أو بالدورة هذه واختلافها عن الدورات السابقة إيش الاختلاف هيكون؟ ومستقبلا كمان في الدورات القادمة بإذن الله إيش اختلافها؟ كلما تطورت التقنية إحنا رح نتطور أكيد وإحنا متأملين أكثر للدورات القادمة أنه يكون أكثر تمييز وأيضا متأملين ومتطلعين أنه ينتقل أكثر من مدينة سعودية خلال الأشهر القريبة القادمة التطور بإذن الله قادم هذه الدورة تميزت أيضا في اختلاف جذري في نوعية الشاشات وأيضا في دقة الشاشات وأحجام الشاشات في كل دورة فيها اختلاف الدورات القادمة أكيد إذا تطورت التقنية والبرمجة وأيضا حتى عملية الصوت وإستماع الصوت أكيد أنه رح يختلف وأكيد أنه متطلعين إلى جوانب حدثها بإذن الله بالنسبة للضيوف أو المشاركين في الملتقى تكلمنا من أي دول بإيش هم مشاركين؟ الملتقى السقطة ب 128 عمل فني من 34 دولة هذه الدورة تم فرز الأعمال وتم قبول 49 عمل من 23 دولة جميع الدول للأمانة تشارك معنا في الدورات الماضية فيه من شرق آسيا وفيه من أوروبا وفيه أيضا من أمريكا الجنوبية ومن أمريكا وبالإضافة إلى المنطقة العربية والخليجية فيه مشاركة مميزة جدا من مصر من المغرب من الجزائر من تونس بالإضافة إلى شبابنا وبناتنا من السعودية في كل عام ينتم مستقطاب للأمانة مجموعة من الفنانات والفنانين لهم تميز جيد شكرا لك أستاذ يوشف شكرا لمشاركتك حالة وسهلت لكم العافظ من 23 دولة باختلافها بتصنيفاتها المشاركة بالإضافة أن الملتقى مستمر إلى غاية يوم السبت بإذن الله من الساعة السابعة مساء إلى الساعة العاشرة مساء ندعو الجميع لحضور الملتقى كثير جميل وحلو ومفيد من جميع النواحي الإبداعية والمهارات